قديروف يعلن دعم فلسطين ويقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات دخل الرئيس الشيشاني رمضان قديروف على خط الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط معلنا دعم فلسطين وفي مقطع مصور على قناته في تطبيق كليبرام اقترح قديروف إرسال مقاتلين شيشانيين كقوات حظ سلام لاستعادة النظام وقال قديروف الحليف القوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحن ندعم فلسطين نحن ضد هذه الحرب التي على عكس السرعات الأخرى يمكن أن تتصاعد إلى شيء أكبر كما ناشد قادة الدول الإسلامية على تشكيل تحالف لحث أوروبا والغرب على عدم قصف المدنيين بحجة قتل المسلحين وطالب من المجتمع الدولي اتخاذ قرار عادل مرة واحدة على الأقل بالإجماع فيما يتعلق بالوضع في فلسطين وأضاف قائلا إذا لازم الأمر فإن وحداتنا مستعدة للعمل كقوات حظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة مثير الشغر وعلى خلاف الموقف الغربي الذي سارع بتأكيد دعم إسرائيل اتخذت موسكو موقفا أكثر حذرا داعية إلى ضد النفس فهل سيكون لروسيا رأي آخر في الحرب الدائرة بعدما تدخلت أمريكا بإرسال حاملة الطائرات لإسرائيل وتقحم قواتها لمساندة فلسطين؟